مرحبا و اهلا وسهلا فيكم بقناة اكلات حسناء السورية وبتشرف فيكم وين ما كنتوا عبتتابعوني وان شاء الله بتكونوا بصحة وخير وسعادة يا رب وصفتنا لليوم هي مربى اليوسفي او مربى الكرمنتينة وهاي وصفة المربى كتير طيبة يعني من كيلو ونص يوسفي او كرمنتينة بتعملوا قطيب مربى يعني بتلاع لكم شيء اطراميزين مربى كتير طيبين ومفيدين وخاصة بايام الشتوية ان شاء الله رح ينالوا عجابكن ومتل ما شايفين لونه كتير حلو وسمكيته كتير كويسة وستقوني طعمته كتير طيبة ان شاء الله انتوا بتجربوا طريقتي وبتعجبكن واذا كنتوا جداد عم تزوروا قناتي بتتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكوا كل شي جديد انا ما نزله يلا نحضروا سوا هلا اول شي هون عندي يوسفي وزنه كيلو يوسفي او كرمنتينة اش بتكون بصير بس ديكون نوعية كويسة وتتنتبهوا ما عليه ما يكون انو في محلات متشركة او شي لازم يكون تازة وكتير كويس واهم الشي طعمته طيبة وما يكون حامض كتير فيه حموضة شوي معلش بس انو يكون حامض كتير بطلع ما طيب بطلع المربة كتير حامض بطلع ما طيب يعني كتير ديكون لازم حلو ويكون اليوسفي صغار ما يكونوا كبار كل ما كانوا صغار بطلعوا قطية وبطلعوا نكهتون هي كتير لزيزة وهلا متل ما شايفين بعد ما قشرتوا هدول اللي عروه هيك البيض لليوسفي المغلفة باليوسفي هدول كلهم لازم نشيله اذا اضل هيك شغلات بسيطة ما بأسير بس انو حاولوا يقدر بمكان انو نطفوهن ع السوا يعني متل ما شايفين هالطريقة هلأ اذا في هيك شوي زيادة بتنطفوهن بالسكينة وهلأ بعد ما بتنطفوهن متل ما شايفين نظفتها بتأكد اذا في عجوة ببخش هيك بالسكينة وبتأكد اذا في عجوة بطلع لاني اذا ضل العجو بقلب المربة مع الغلي غلي بصير المربة مر ما لازم انو يضل العجو اذا اضطريت ومسلا تقسموه بالنص واضطالو العجو كمان بصير ما بقى سير يعني ومتل ما شايفين بهاي الطريقة ننطفتهم كل اياتهم وهيك صاروا جاهزين وهلأ هون عندي يوسفي انا مع صوره جاهز عصرته وصفيته ما يضل فيه عجو كوبين يوسفي كل كوب ميتان وخمسين ملي يعني الكوبين خمسمية ملي وزابتكم تكتروا الكمية على كيفكم هاي كميتها هيك كتير كويسة بطلع قطرميزين وكتير كويس وضع حطي لها كوبين سكر وهلأ هيكوب الثاني وهلأ ضع حط حبات يوسفي وهلأ متل ما شايفين انا كلهم طبعتهم مع بعض حطيتهم سويا ما انه طبخت مسلا القطر لحال وبعدين حطيت اليوسفي لأ هيك ساويتهم اذا انتو بتكم مسلا تغلوا عصير اليوسفي مع السكر مع ملح الليمون وتخلوهم ينغروا يتعقدوا شوي بعدين تحطوا اليوسفي بصير على كيفكم انتو شون بتحبوه بس هي الطريقة كتير كويسة كمان وما بتطولوا على الغاز ولا انه بتتعزبوا هلأ داخليا على نار هادي يغلو على مهلا شوي شوي ما تعلو الغاز وشا ما يفوروا وهلأ شايفين هاي الرغوة هاي كلها دقشيلة هاي الرغوة بتشيروه متل طريقة المربة المشموش يعني شون بنشير الرغوة هيلازم تنشاه مشا ما يسكر لمربة هلأ مشان المنكهات اذا بتكم مسلا تحطو له منكهات تحسنوا تحطوا قرفة او عود قرنفل انتو شون بتحبو عا كيف كون انا ما حطيت له تركتو هيك بطعمتو بقى انتو شون بتحبو على كيف كون وهلأ بعد ما تركتو شوي غلي بحطو له ملح الليمون ربع المعلقة الصغيرة مرح كتير وزا ما بنوجد عندكم ملح الليمون بتحسنوا تحطوا عصير الليمون كمان ما تكترو يعني تقريبا معلقة الطعام متل ما قدركم بالبداية انه لازم تنتبهوا انه اليوسفي ما يكون حامض كتير فيو حموضة شوي ازا فيو حموضة وحسيتو انه حموضته كتير كويسة لا تحطوا ملح الليمون ما في داعي لاني ازا كان هو حموض وحطيتو ملح الليمون بصير حامض ما بصير انتو انتبهوا دوقوا اليوسفي ازا بتجيبو حلو يعني افضل وهلا متل ما شايفين حطيت هيك شوي بطبقه وخليته يبرد وبتشوفو بتحطو اصبحت كونف نزلو ازا ما سكروا عبعض فصلوا عن بعض معنى تحاشته لازم اطفي عليه هلا كتير كويس متل ما شايفين طفيت عليه هلا هو بتحسوه مريء بس بس يبرد بسمك وهلا دا اتركوا شوي يبرد يعني يكون يتفتر تفتير وبعبيه باطراميزات بس الاطراميزات تنتبهوا ان يكون ناشفات وما فيهم مي ومعقمات ازا بتحسنوا تغلوهم بمي سخنة وبتبردوهم افضل مشا ما يتشرك لمربة وهلا شايفين شلون انا عبيتهم بالاطراميزات وشايفين شون سماكيته ش قد كويسة كتير كويس ولونه كتير كتير حلو وهي لمربة صار جاهز طعمته كتير طيبة فيا فيتامينات سيه وكتير مفيد خاصة بايام الشتوية كتير مغزي ومفيد وشايفين لونه كتير حلو ان شاء الله انتو بتجربوا طريقتي وتعجبكن وان شاء الله صحتين وهنا ازا جربتو وهلا ازا عجبكن هذا الفيديو ما تنسوني من لايك والشير واللي داخل عقناتي جديد بتمنى يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل شي جديد انا بنزله وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة